اشتركوا في القناة حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتقديرهما لجهود فضيلته في خدمة الإسلام وقيمه النبيلة وأكد معليه تقدير المجلس لدور الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين بقيادة فضيلته في نشر السماحة والفضيلة والوسطية والدفاع عن الثوابت والمبادئ والقيم والتأصيل الرصين لمتطلبات العصر ومستجداته من جانبه اشهد فضيلة الإمام الأكبر بالتوجهات السديدة لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم في دعم ونشر قيم التعايش والوسطية والوحدة بين المسلمين مثمنا ما يطلع به المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية من دور مهم في دعم وترسيخ القيم الأصيلة وفي ختام اللقاء قام معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة بإهداء فضيلة الإمام الأكبر نسخة من الختمات الصوتية والمرئية للقرآن الكريم التي سجلها المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية لثلاثة من قراء مملكة البحرين ضمن المشروع المتعلق بمصحف البحرين وذلك بعد مراجعتها وإجازتها من الأزهر الشريف للطباعة والتداول ترجمة نانسي قنقر